ماذبت المدرس كمان بس قبل ما ننسى في شهر يوليو اللي فات وصلت لنا استغاثة من أولياء أمور مدرسة الفرعنة التجربية للغات في الهارة ودي مدرسة حكومية الهالي كانوا بيشتكوا وبيكلموا على معاناة كبيرة جدا لأبنائهم بسبب أنه في كسافة غير طبعية للطلاب داخل الفصول وأنه علشان الإدارة تحل هذه الكسافة لجأت لنقل التلاميذ لكارفانات غير آمنة زي ما احنا شايفين كده وكلمنا على القصة دي وقلنا أن فيها أسلاك كهربائية مفتوحة كده ومطلوقة على العيال وفيها خطورة شديدة جدا جدا وخاصة لو نزل شوية مطر ممكن يبقى فيه كارسة الشكوى وصلت لنا زي ما قلت لحضراتكم في يوليو الماضي وقلنا أن الكلام ده بقاله ثلاث سنين عرضنا المشكلة بالفيديو بالمنشدات بمنشدات أولياء الأمور وساعتها دخلت معانا مدرية التربية والتعليم في الجيزة حد من المدرية وعدنا بحل هذه المشكلة وأنه هيتم البدء في إنشاء فصول جديدة الحمد لله يعني مشاهدينا الكرام زي ما بيبعطولنا المشاكل بنتبسط جدا جدا لما بيبعطولنا الصور بعد من مشاكل تتحال في حاجات بنفضل بتابعينها فترات طويلة وبنتطمن أن الناس اشتغلت وفي حاجات الناس الحقيقة مشكورين بيبعطولنا يعني زي كده إيه اللي هو زي ما بعتنا لكم الصور أو المشكلة بتفاصيلها بيبعطولنا كمان الحلول والصور الحلوة دي صور المدرسة بعد ما تم تجديد الفصول داخد اسمائي ديسكات جديدة المبنى زي الفل أهومة بيض شبابيك إزاز معتبرة الحمد لله ما فيش ولا حاجة فيها سلك الكهرباء فبنشكر شكرا جزيلا الأهالي اللي بعطولنا هذه الصور وبنشكر كمان مدرية التربية والتعليم في الجيزة اللي وعدت على الهوى بحل المشكلة وبالفعل حل المشكلة كانت قائمة بقالها 3 سنين الحمد لله يا رب كل المشاكل اللي بتوصل تبحل بالشكل ده